معنا من بيروت مرسلتنا دارين الحلوي من المؤتمر الصحفي للحرير يبدو بأن لقاءه في عبدة لم يكن موفقا دارين إلى أي مدى تعتقدين بأن هذه الرسائل في مؤتمره الصحفي ستصل إلى المعنيين فضيلة ما أتى على لسانه وما ذكرته هو تحديدا ما كنا توقعناه في رسائل سابقة من أن ليس هناك أملا يعول على المواقف التي خرج بها وحملت أجواء تفاؤلية لكن اللافت في كلام الحريري بدو كأنه يتحدث من خارج هذه الطبقة السياسية يخاطب السياسيين وكأنه من خارج هذه الحلقة في إشارة واضحة إلى أنه يحملهم وتحديدا هنا يحمل رئيس الجمهورية وفريقه السياسي مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة طالما أن الجميع يعلم أن التعقيدات التي تعرق الولادة الحكومة حتى هذه اللحظة أقله هي مركزة بين فريقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري لما لدى الطرفان التوجه للإمساك بدفة هذه الحكومة أيضا لأنها ستكون المعنية بشكل مباشر عن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة أو المسروطة من قبل المجتمع الدولي حتى يفي هذا المجتمع الدولي لسيما المنحين منه بتعاهداتهم للبنان بتقديم المساعدات والهبات بما يؤخر من سرعة الانهيار الذي تحدث عنه الحريري لكن لا شيء تغير في المشهد اللبناني الانهيار الذي تحدث عنه الحريري قادم في غضون أيام وربما أسابيع على أبعد تقدير خصوصا وأن مصرف لبنان كان قد أعلن قبل فترة بأنه لم يعد يملك الاحتياطي لازم لاستكمال خطته أو استراتيجيته في دعم المواد الاستراتيجية والأساسية وهذا الأمر من شأنه يعني رفع الدعم عن هذه المواد من شأنه أن يحمل الكثير من الانهيار في حياة الناس العاديين هنا في لبنان رغم كل المصاعب التي يواجهونها بسبب هذه الأزمة الاقتصادية الكبيرة طبعا حديثه عن الدعوة لحكومة اختصاصيين يؤشر إلى أن تمسك أو مطالب التيار الوطني الحر هي مطالب حزبية وسياسية تعني فرد أو جهة محددة وهذا ما تحدث عنه البطريار كلماروني سابقا كذلك أشار إليه الرئيس الفرنسي إن كان في تصريحاته العلنية أو في معرض حديثه عن أو تعليقه عن الأمور في لبنان واضح أن هناك تمسك من قبل التيار الوطني الحربي الحصول على أكبر امتيازات ممكنة في هذه الحكومة حتى يتمكن هذا العهد من تحقيق نجاحات ينسبها إلى عهده وهو الذي بدأ يلمس جديا أن هذا العهد فشل إلى مستوى لم يكن يتوقعه شكرا لك دارين الحلوي في بيروت